الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة العالمين الجديدة تغيرت كثيرا عن ست سنوات مضت جاء ذلك خلال فعالية ختام الموسم الخامس لمبادرة إرالي السيارات الكهربائية أفير مصر التي تستضيفها مدينة العالمين الجديدة بمنطقة الأرين الجديدة وجد رئيس الوزراء التأكيد على تقديم الدعم الكامل للشباب المصري لتحقيق الإبداع والابتكار بما يحقق زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة وبخاصة صناعة السيارات لفتا إلى اهتمام الدولة الشديد بهذه الصناعة والعمل على توطينها في مصر خلال الفترة القادمة وعلى ملف السيارات الكهربائية مضيفا أن مختلف هذه الجهود من شأنها خدمة مجالات التنمية في مصر وذلك في إطار رؤية مصر 2030 أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري بالدوحة يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضح المصدر استمرار مفاوضات الدوحة اليوم آخر وسط محاولات تقريب وجهات النظر مشيرا إلى أن هناك تعاونا مصريا قطريا أمريكيا من أجل تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته بالعاصمة التركية أنقرة وفدا يمثل قيادة منتدى مسلمي أوروبا برئاسة رئيس المنتدى عبدالواحد نيازوف وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوفد وجوب تدخل المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومثمنا في الوقت نفسه مواقف الدول والمنظمات والشعوب المساندة للحقوق الفلسطينية والرافضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي من جانبه أكد وفد منتدى مسلمي أوروبا تأييده الكامل لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق أهدافه الوطنية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والخلاص من الاحتلال أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن وزيري الخارجية البريطاني والفرنسي سيتوجهان إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وخفض التصعيد والحيلولة دون اتصاع رقعة الصراع في الشرق الأوسط تأتي زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في الوقت الذي تجرى فيه جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة بالدوحة في محاولة لإنهاء قتال مستمر منذ عشرة شهور في القطاع الفلسطيني وإعادة مائة وخمسة عشر محتجزا من الإسرائيليين والأجانب أكد البيت الأبيض أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات من الأذى وهذا يشمل التدخل لوقف مثل هذا العنف ومحاسبة جميع مرتكبية ورياضيا يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التيتش استعدادا لمواجهة فريق مودرن سبورت والتي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء السبت القادم في ختام منافسات بطولة الدور الممتاز وحرص سامي قمصان مدرب الفريق على تخصيص فقرات بدنية متنوعة بينما أدى حراس المرمى ميرانا قويا في إطار الاستعداد للمباراة كان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع أمبي ليقتسم الفريقان نقطتي المباراة ويرتفع رصيد الأهلي للنقطة 85 ويصل أمبي للنقطة 44